السبوع اللي فد حدك حسس بحاجة جديدة يعني أنا نحن نهارده الخميس أنا الاجتماع اللي حصل من شوية ما بين سيد الفريق كامل وزير وزير الصناعة والنقل مع مجموعة منصور وده رجل أعمال كبير ومجموعة السمارية كبيرة ومجموعة السمارية كبيرة وراجح يلتكب كل رجال الأعمال في مصر الحقيقة أنا من ضمن الحاجات اللي تشرح صدري مثل هذه الأمور طبعا طبعا يبقى هنا علينا أن نحمي المستثمر الجاد وإن أي منفعة أو ميزة أو هبة بتصب في الاقتصاد المصري وليس فيه جيوب أي شخص أيا كان فهنا ده يعني ده في أمريكا بفترة من الفترات إذا كان الشيء بالشيء يسكر أو إذا جاز لي أن أقول كانت الرشوة بتصل إلى يعني يوصلوا لحد ما كاتبهم والحد بيوتهم وحاجات كده فبالعكس لا أنت عندك الحمد لله يعني مصر منضبطة في الفترة الأخيرة وعندك أنت أعلى معايير الشفافية بالطباقة بس أنت بتأكد لأن المرحلة القادمة هتبقى مرحلة مختلفة وإنت داخل على مرحلة جديدة جمهورية جديدة فبتعيد ترسيخ المبادئ دي من جديد ودي مبادئ مهمة لحماية الاقتصاد والوطن والحماية المستثمر وحماية رجل الأعمال الشريف وحماية الموظف الحكومي الجاد وأهم من كل هذه الأمور أنك بتقطع دابر الشائعات إحنا عندنا هذه القواعد منطق الإفصاح والشفافية فالإفصاح والشفافية دي أنسب مناخ للقطاع على الشائعات ترجمة نانسي قنقر